وقدنا على حضراتكم الأزمة الدائرة ما بين الحكومة ومجلس النواب فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية أمس صباحا كان أثير كلام على أن الحكومة أعادت قانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب لدرسته لأن الحكومة اكتشفت بعض الثغرات والمشاكل عند تطبيق القانون ولما كلمنا إحدى السيدات النائبات المحترمات في لجنة القوى العاملة بالمجلس أكدت هذا الكلام وأنت أيواً القانون حيرجع لنا عشان ندرسه ونشوف الثغرات اللي فيه ثم أمعنا في الاستقصاء وأمعنا في عملنا الإعلامي عشان نبحث عن المعلومة فوصلنا لو تفتكروا بها الاتصال هاتفي اللي خصنا بين مستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة عبر الهاتف في برنامج الحال اليوم بالمعلومات الصحيحة والحصرية إنه لا حديث لا حديث عن تعديل القانون كل ما هو دائر هو إن إحنا بنبحث تعديل مادة في اللائحة التنفيذية فارق كبير ما بين القانون اللي لازم مجلس النواب هو اللي يعدلوا أو يغيروا أو يسنوا طبعاً لأن الصفة التشريعية صفة حصرية لمجلس النواب أما اللائحة التنفيذية لأي قانون فهي قرارات وزارية تخرج من الحكومة ليس لمجلس النواب إنه يعدلها أو يوافق عليها أو يغيرها ولكن وفقاً لتصريحات مستشار محمد جميل معنا مبارح هذه المادة المتعلقة بالتسويات العاملين وحال حصولهم على مؤهل أعلى ياخد أنهي مرتب وكذا وده ذهبوا بيها إلى مجلس الدولة لكي يستفتوهم في رأيهم وعندما يعود رأي مجلس الدولة سيتم تعديل هذه المادة في اللائحة التنفيذية أما القانون فوفقاً لتصريحات محمد جميل فهو باقي دون تغيير